اضطرابات النوم أنا مقتنع أنه ممكن تكون حيث تأكد لي أكبر نسبة فيها هي التوتر الحياتي اللي هو أنا بفكر كتير دماغي شغالة كتير عمال أفكر في الحياة الدنيا الشغل الفلوس ده ممكن يخليني معرفش أنا نم طول الليل والليل هو أهم ساعات النوم إيه ممكن تكون الأسباب الرئيسية لقلة النوم والتوتر بتاع قلة النوم طيب إحنا عندنا الأول اضطرابات النوم نوعين حاجة اسمها برايمري إنسومنية اللي هو اضطراب أولي في النوم هنا مالوش سبب واضح عشان كده احنا بنحاول ندخل المريض ده معمل النوم عشان نشوف هو ليه عنده اضطراب في دورة النوم يعني ده حاجة فيزيك يعني حاجة جسمانية عضوية مش عارفين مش عارفين يعني حتى لو هو حاجة عضوية فيبقى اسمه ساكندري النوع الثاني بقى اللي هو ساكندري إنسومنية اللي هو النوم اضطراب النوم السانوي اضطراب النوم السانوي ده ممكن يكون نتيجة للإكتئاب ممكن يكون نتيجة للقلق يكون نتيجة للضغوط ممكن يكون نتيجة لمرض عضوي زي محرك بتقولي كده زي اضطراب الغضة الدرقية فإفراز الغضة الدرقية تعمل نقص في النوم ايه معمل النوم؟ يعني ايه هدخله معمل النوم؟ طيب هو معمل النوم ده مكان كده بيبقى معد مخصوص عشان المريض ينام فيه وينام عدد ساعاته اللي هو متعود عليها ونبقى بنصوره فيديو وموصلين لكل معدلاته الحيوية حاجات تقسها انا شفت التجربة دي في برنامج انجليش كده اجنبي واستفدت بيها قوي ما هو احنا بنقيس كل معدلاته الحيوية فنشوف التنفس اخباره ايه ضربات القلب اخبارها ايه اثناء النوم موجات المخ القهربية بتاعته عشان نشوف مراحل النوم هو بيخش فيها منتظم بتقوله الجهاز الصغير ده اللي هو بيخليه قاعد طول الليل صحي لا لا بيخش من غيره لا انا قصر من هو احيو حالي من نام بيبقى ده مع عينة تك 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 لا 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 ما بيخشش به ببتخشوش به خالص ده ده من اسباب اضطراب النوم بالمناسبة برضو الاضاءة الزرقة بتأثر على افراز هرمون الميلاتونين الناس اللي تمسك الموبايل بالليل في الضلمة ويعودوا يتفرجوا قبل ما يناموا على حاجة من خلال الموبايل بصراحة قوة دول بيجي لهم اضطراب في هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم دورة النوم فدي مشكلة كبيرة فاحنا بازل ناخد بالنا انه المفروض عشان اخش انام التليفون يبقى برة عشان مش كل شوية امسكه ما يرنش وما استخدمش الاضاءة الزرقة اللي هتأثر على طب لو عمدت البرايتنس زيرو برضو نفس الحكاية هو هيخليمي حالي كل شوية عايزة امسك الموبايل لشوف فيه برسالة جات لي ولا لا الناس بيقول انا بنام على التليفون ده غلط ده سبب من اسباب اضطراب النوم ويسحى مجهد يحس انه ما نامش لانه هو ما دخلش في دورات النوم كاملة ده سبب نعرف انه النوم مرحلتين مرحلة اسمها النون ريمسليب اللي هو النوم غير المصحوب بحركة العين السريعة والريمسليب اللي هو النوم المصحوب بحركة العين السريعة النوم غير المصحوب بحركة العين السريعة ده مرحلتين يعني ايه حركة العين السريعة؟ حركة العين السريعة انه عنينا بتبقى بتتحرك وجفننا مقفول فعنينا بتبقى بتتحرك وانا نايم اه وانا نايم فالشخص ده بيحلم ويبقى يبدو على ملامحه أنه هو صحي لكن هو في نوم عميك يعني اللي عينه بتتحرك بسرعة 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 دي بيحلم آه ده هو في مرحلة الرم سليب اللي هو النوم المصحوب بحركة العين السريعة وبيكون الفترة دي فيها الأحلام المرحلة دي المفروض النوم زي ما بقولك كده الأول للنوم رم وبعد كده الرم اللي هو الغير مصحوب بحركة العين السريعة وكده مصحوب بحركة العين السريعة الغير مصحوب ده مرحلتين مرحلة خفيفة اللي هي بداية الدخول في النوم ده ما بيحلمش آه لأن ما بيحلمش فيها ولا أي حاجة ممكن يقوزوا فيها سهل ولو صحي من المرحلة دي يحس إنه ما نمش أصلا تمام؟ فالناس اللي عندهم مشكلة إنه النوم متقطع فهو بيخش في المرحلة بتاعت النوم الخفيف وبعدين حد يصحيه أو هو يصحى لوحده يرجع ينام تاني يصحى الصبح بعد 8 ساعات نوم حس إنه ما نمش لأنه صحي خمس ست مرات في أثناء النوم هل النوم المتقطع ده فعلا أسوأ من فكرة إن أنا يعني لو أنامت عشر ساعات متقطعين أسوأ من أنام خمس ساعات متواصل؟ آه بالزبط كده ده دي نظرية صحيحة؟ آه طبعا 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 هو بالمناسبة إحنا عندنا ثلاث مشاكل في النوم مشكلة في الدخول في النوم أو مشكلة النوم المتقطع أو مشكلة الاستيقاظ مبكرا إنه عدد ساعات النوم بتاعي قليل ما بينامش فترة كافية طبعا لو هنام خمس ساعات زي ما حالك بتقولي متواصل أحسن بكتير مني إني أنام متقطع لأنه الخمس ساعات متواصل هخش في دورتين ثلاثة من النوم العميك فهصحى حاسس إن أنا نمت لكن النوم المتقطع ده أنا دايما في النون ريم سليب اللي هو المرحلة الخفيفة بتاعت النوم فمحسش إنه نمت